بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبيبي مع فيديو جديد من فيديوهات مادة اي سي تي جريت سيكس ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض لسون تو بعنوان اثيكس اوف يوزينج ارتفاشيال انتليجنس قبل ما نبدأ لو دي اول مرة تشوفوا القناة ياريت اعملوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل الفيديوهات الجديدة ولو عجبكم الفيديو ما تحرموناش من اللايك الجميل والكومنت اللطيف واعملوا شير لكل اسحابكم بنوه ان اليوتيوب منع التعليقات على الفيديو وصلنا في القناة انها مخصصة للاطفال فممكن تكتب لي كومنت او تكتب لي سؤال على الفيديو في لنك موجود في في وصف الفيديو يلا بينا نبدأ درسنا يلا بينا اول حاجة عندنا في الدرس بيعرف لي الارتفاشيال انتليجنس بيقول لي يعني هي تكنولوجي بتقدر ان هي تستخدم الهيومان تريتز او الصفات البشرية في حل المشكلات في كمان التفكير ريزونينج والديسيشن ميكينج او اتخاذ القرارات فالزكاء الاصطناعي بيستخدم صفات البشر دي في ان هو بيرفورم تاسكس او ان هو يقدي المهام المختلفة اللي بتطلب منه بيقول لي سام كومان اي اي تولز زات يو مي هاف يوز هيكلمني هنا عن بعض اي 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 تولز او بعض ادوات الزكاء الاصطناعي اللي احنا ممكن نكون استخدمناها قبل كده. اول حاجة عندي اللي هي او نظام التعرف على الوجه. فده بيستخدم ليه? طبعا مجرد ان هو يشوف بصمة وشك فيفتح الموبايل. فده اسمه او نظام التعرف على الوجه. وده طبعا بيشتغل بال اي اي او الزكاء الصناعي. عندنا كمان النافجيشن ودي ابيليكيشن جايد يعني هي بتساعدك ان انت تروح للوجهة او للمكان اللي انت عايزه. فبشغل مثلا ابيليكيشن لجوجل ماب عشان يوصلني للمكان اللي انا عايز اروه. عندي كمان او اجهزة المنزلية الزكية زي على سبيل المثال السمارت السير مستاد دي دي غالبا بتبقى موجودة مسلا في التلاجة. دي وظيفتها ان هي تثبت او تحافظ على درجة حرارة التلاجة عند درجة معينة. لو ارتفعت درجة الحرارة او نزلت درجة الحرارة فهي كل وظيفتها ان هي تنظم بقى بحيس ان تفضل ثبتة عند درجة معينة. عندي كمان او المساعد الصوتي الرقمي. وده يعني هو بيستجيب للطلبات بتاعتك والاسئلة بتاعتك. لو سألته سؤال فيقدر ان هو يجاوب عليك. طلبت منه طلب برضو يقدر ان هو يجاوب عليك بالفويس. تمام? بعد كده عندي كمان من ضمن اللي هي الايميل سبام فلتر. ايميل سبام فلتر. دي اداة بتساعدني ان هي اه تاخد او الرسائل المزعجة والرسائل اللي ممكن تكون خطر علي فيها فيروس. وتعزلها تماما عن الايميل وعن الامبوكس بتاع الايميل بتاعك. فهي يعني هي بتحميك من وصول الرسائل الخطيرة او الرسائل المزعجة اللي فيها اعلانات وكده من ان هي توصل للايمبوكس. عندي كمان السوشيال ميديا سايتز. وطبعا سوشيال ميديا زي الفيسبوك والانستجرام والتويتر. فدي بتستخدم في ايه بقى او بتستخدم الزكاء الصناع ازاي? يعني هي بتقدم لك اقتراحات بناس ان انت ممكن تقتدهم كاصدقاء عندك مثلا على الفيسبوك. عندي كمان لتشات ويندوز ويبسايت. لتشات ويندوز يوز تو بروفايد رسبونسز فروم تشات بوتز. يعني في بعض المواقع بيكون موجود فيها ان هي بتسمح لك ان انت لو عندك سؤال او عندك استفسار فبتكتب السؤال ده. وتلاقي في حد بيرد عليك في الحال. تلاقي كده على طول الاجابات بمجرد ما كدبت السؤال في اجابة اه اه اتبعتت لك مباشرة ده ما بيكونش انسان حقيقي ولكن ده بيكون او زي روبوت كده هو مخصص ان هو يرد على الاجابات بتاعك. عندي كمان من ضمن ال اي اي طول انتر اكتف ليرنينج بروجرامز. ودي بتكون كل واحد مننا بيكون عنده اه اسلوب عنده طريقة بيتعلم بيها. ففي ناس مسلا بتفضل ان هي تتعلم اكتر بالصور بالفيديوز. بناس بتتعلم بالالعاب اكتر بالبراكتس. بان هي تتسائل وتتجاوب. فكل واحد له طريقة ولو اسلوب مختلف في التعلم. دي بقى زي كده او المدرس الشاطر بيشوف انت ايه اكتر حاجة اه بتلاقيها بتجيب معاك وان انت بتفهم بيها وبتتعلم بيها بسرعة. ويقدر ان هو ايه? يخلي لك التعلم او بالطريقة اللي هي مناسبة لشخصية. فتخيل مسلا ان انت بتلعب فيديو جيم او حتى بتلعب اللعبة اولاين على الانترنت. وبدل ما تكون ان انت بتقتل دراجونز. لا ده انت بتتعلم حاجة في الماس. تمام? او بدل ما انت مسلا تتعلم وتتعلم ازاي تكتب كود وكده. لا ده عن طريق وعن طريق بعض الالعاب تقدر ان انت تعمل اه او تتعلم مفهوم معين في البرمجة. فده معنى الانتر اكتب ليرنينج بروغرامز. الاي اي بقى او الزكاء الصناعي ممكن يساعدنا بقى ويساعد كل واحد ان هو يتعلم بالطريقة او بافضل طريقة بتناسب. عندي كمان او ادوات معالجة اللغة. وده تستخدم to provide information and even help you to formulate your writing or response to something from simple text and email to coding to essay and beyond. يعني ايه الكلام ده كله? يعني language processing tools دي ادوات معالجة اللغة بتستخدم ان هي تصير او ان هي ممكن تطلب منها مسلا ان هي تكتب لك مقال. تبلك مثلا ايميل تبعاته لحد من اصحابك. رسالة تهنئة في عيد ميلاد او في مناسبة معينة. فلانجوش processing tools ممكن تعمل حاجة زي كده. ممكن تكتب لك simple text. يعني نص بسيط خالص. ممكن تكتب لك ايميل تساعدك في كتابة ايميل. ممكن كمان تساعدك ان انت تكتب كود برمجة. او حتى اه او مقالات ايه بتكون مسلا مدرس طالبها منك او حاجة زي كده. فادي ادوات معالجة اللغة ويمكن اشهر حاجة لها مثلا اللي هو chat GPT. طيب. بيقول لي نوت ملاحظة ان ده هو بيعتمد على مجموعة من الالجوريزمس او الخوارزميات يعني الزكاء الصناعة بيعتمد في شغله وفي طريقته على مجموعة من الالجوريزمس او الخوارزميات اللي هي بتعلمه وبتعرفه ازاي ان هو يحل مشكلة ما ان هو ازاي ان هو يفكر في موضوع معين او ان هو ازاي يتخذ قرار وياخد اكشن في حاجة معين. تعالوا بقى على موضوع مهم جدا يعني قواعد الاخلاق اللي المفروض يلتزم بيها الناس اللي هما بيعملوا ادوات الزكاء الصناعي اللي احنا بنسميهم عشان نفهم ده كويس انا عايزك تتخيل او ادوات الزكاء الصناعي دي مثال عليها مسلا زي الروبوت فتخيل ان انت عندك كده روبوت موجود معك في البيت. كان فيه مسلسل ضريف كده اسمه في بيتنا روبوت. اه ممكن تكونوا شفتوه. فتعالوا بقى نتخيل واحنا بنشرح الجزء ده كأن في بيتنا روبوت فعلا. فاول حاجة من الكود اف ايسكس بي انكلوزف الشمولية. يعني المفروض الاي اي تولز شود بي انكلوزف تو اول يوزر. نوت جاست اسليكت جروب. يعني الاي اي تول دي اللي هي زي الروبوت صادقنا اللي موجود معنا في البيت لازم ان هو يكون يقدم خدماته تو اول يوزر. ده معنى بي انكلوزف. الحاجة التانية بي انبياز اللي هو الحياد او عدم التحيز. بيقول لي داتا شود بي بيزد اون فاكت نوت او بيرسونال فيوز. يعني لازم الاي اي تول او اداة الزكاة الصناعة دي لازم تكون محايدة. مش منحازة لرأي او لفكرة معينة. خاصة لو كانت الفكرة دي غلط. يمكن اكتر المسال وابرز مسال على حاجة زي كده في الفترة الاخيرة مع احداث فلسطين وحرب غزة. اه ناس كتيرها لحزت ان السوشيال ميديا بدأت ان هي تمنع اه البوستات اللي هي بتتكلم عن فلسطين وبتتكلم عن غزة. وده ازاي? وده ليه? لان السوشيال ميديا او الفيسبوك مسلا على سبيل المسال بيستخدم اي اي طولز. ودي مبنية على او خوارزميات معينة. فطبعا اه عدله في الالجوريزميس دي بحيث ان هي اي كلام او اي بوست كتب فيها حاجة عن فلسطين بيتعاطف مع فلسطين او بيدعم فلسطين وبيرفض اللي بيحصل في غزة. فطبعا كانوا بيقللوا وصول البوستات دية للناس. فده طبعا مثال واضح على يعني عدم الاخلاقية وعدم الالتزام بالكود او قواعد الاخلاق في تصميم اه ادوات الزكاة الصناعة. حاجة بعد كده او او ادوات الزكاة الصناعة ديت تكون مفيدة وبتساعد المجتمع. مش العكس ان هي تتعمل عشان تستفيد من المجتمع ويكون فيها مكاسب مادية او غير. لا المفروض من او من الاخلاقيات ان ديت بتتعمل لمساعدة الناس ومساعدة المجتمع. حاجة بعد كده او الشفافية. المفروض برضو يكون فيه شفافية ويكون فيه وضوح. لازم يكون في وضوح ازاي ادوات الزكاة الصناعة ديت بتشتغل. طب ازاي ان هي بترشح لنا برودكت معين او منتج معين ان احنا نختاره. لان طبعا ممكن زي ما قلنا كل الحاجات دي بتبقى مبنية على الالجوريزمز. فممكن يكون في لعبة في الالجوريزمز ده بحيث ان هو يخليها تكون منحادة وان هي ترشح لنا مسلا برودكت من جهة معينة او من شركة معينة. فده اه مهم جدا هنا ومن الاخلاقيات ان هو لازم يكون فيه وضوح وفيه شفافية ازاي ادوات الزكاة الصناعة دي بتشتغل. وهي مبنية على اي الالجوريزمز بالزبط. نمبر فايف او التحفز. بيقول لي يعني المفروض ان احنا واحنا بنستخدم دي حتى لو كانت موصوق فيها وحتى لو كانت يعني احنا بنسق فيها لازم نخلي بالنا من من خصوصيتنا ولازم نخلي بالنا طبعا من وان احنا نكون في امان واحنا بنستخدمه. تخيل مثلا الروبوت اللي هو آآ لازيز او زومبا بتاع المسلسل بتاعنا والمفروض ان احنا بنتكلم قدامه وبنقول اسرار خاصة بالبيت ويجي لازيز او زومبا آآ حد يكون جاي لنا او كده فتقول كل اللي سمعته او يقوله كل الايه اللي سمعه وكل اللي عارفه من اسرار. طبعا نخلي بالنا من حاجة زي كده. نخلي بالنا من البرايفسي ونخلي بالنا من الامان بتاعنا واحنا بنستخدم الاي اي توز. بعد كده كمان من ضمن الكود او او بي ريس بونسابل. ان احنا المسئولية او المحاسبة. الاي اي توز ممكن يحصل فيها اخطاء وممكن يحصل فيها مشاكل عادي جدا زي اي حاجة. فبيقول لي يعني لو هي ما اشتغلتش كما هو متوقع منها. يعني حصل فيها مشكلة. فاحنا المفروض نعمل ايه بقى? اول حاجة لازم نعترف بالغلط. لازم نعترف ان فيه مشكلة. تمام? الناس اللي هما بيصمموا ديت. يعترف ان فيه مشكلة. كمان يعني لازم يقول ايه اللي حصل بالزبط سبب المشكلة دي. وكمان لازم يقولولنا يعني ايه اللي ممكن يعملوه عشان يحلو المشكلة دي. دي اه بعض او بعض قواعد الاخلاقية اللي المفروض يلتزم بيها الشركات والدزاينرز الافراد اللي هما بيصمموا ادوات الزكاة الصناعي. هنا بقى بيقول لي بعض النوتس كده بيقول لي يعني بعض الناس ممكن تكون برضو مش متطمنة او قلقانة او مش واثقة في الزكاة الصناعي ده ممكن يعمل ايه? فبيقول لي يعني لو الناس التزمت بقواعد الاخلاق اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية فده بالتأكيد هيقلل من مخاوف الناس من الزكاة الصناع. بعد كده بيقول لي يعني ايه الكلام ده? يعني بيقول لي المفروض بقى كل واحد مننا اه يكون ايه برضو يلتزم بالاخلاقيات كيوزرز كمستخدمين لادوات الزكاة الصناعي. فبيقول لنا استخدم المفروض ان احنا نستخدم these tools او الادوات دي عشان نساعد نفسنا وكمان عشان نساعد الاخرين ونساعد المجتمع. ولكن نخلي بالنا بقى don't use AI tool to invade people's privacy. ما نستخدمش ادوات الصناعة ديت ان احنا ننتهك خصوصية الاخرين ونعرف personal information هما اللي مش عايزين ان حد يعرفها او بدون اذنهم وبدون permission menu. او نستخدم المفروض ان احنا برضو ما نستخدمش ادوات الزكاة الصناعة دي ان احنا to cheat or cause harm. ان احنا نخدع الاخرين او ان احنا نسبب لهم ضرر. بعد كده بيقول لي language processing tools can be invaluable resource of information. يعني ادوات معالجة اللغة دي زي مثلا الشات جي بيتي اللي احنا تكلمنا عنه دي ممكن تكون مصادر قيمة جدا للمعلومات. however there are concerns that they can be used to يعني بالرغم من في بعض المخاوف ان هي ممكن تستخدم في احاجات تانية برضو مش مفيدة وحاجات اه مش كويسة. زي ايه بقى? pleasureize or copy work. ممكن تستخدم ان احنا ناخد حاجة مش بتاعتنا ان احنا text معين او نص معين ان احنا ننسبه لنفسنا بالرغم ان احنا مش احنا اصحاب العمل الاصلي. فده احنا كده بعمل ايه? pleasureize the work. او ان انا بيعني كاني بسرق العمل ده من اصحابه الاصليين دون ان انا طبعا انسب العمل له. كمان ممكن تستخدم to create misinformation ان هي اه تعمل او تقدم معلومات خاطئة. طبعا اه مازالة language processing tools ديت ممكن اه تقدم لنا misinformation او معلومات خاطئة نتيجة ال input او نتيجة ان هو يدخل لها معلومات او تتغذى بمعلومات مش صحة. فلازم ان احنا ما ناخدش الاوبود بتاعها وما ناخدش اي حاجة منها كده باستسلام. ولكن لازم لا نتشك ونتأكد من الكلام اللي هي بتقوله او من ال result بتاعته لان هو وارد ان يكون فيها misinformation او اخطاء. كمان بيقول لي ان هي ممكن تستخدم to impersonate people او ان هي يعني تنتحل شخصية حد او اسلوب او طريق حد معين. from famous people to even family member. فممكن مثلا ان هي التول دي تستخدم ان احنا ايه تجنريت او تعمل لنا تيكست او كلام شبيه بكلام شخصية مشهورة او كأن حد من الاسرة بنفس اسلوب وبنفس طريقته في الكلام كده. فده طبعا هنا اه انا استخدمت الانجوش بروسسينج تول ديت في عمل غير اخلاقي. كمان بيقول لي يعني انت برضو لازم تخلي بالك وده يتوقف عليك ان انت تحمي نفسك على الانترنت حتى لو بتستخدم ادوات زكاء صناعي بتكون مفيد. بيقول لي يعني لازم نتأكد ان الشركة او الديزاينر الناس اللي بيعملوا ادوات الزكاء الصناعة دولك لازم نتأكد ان هم بيتبعوا او بيلتزموا او بقواعد الاخلاق. كده خلصنا الدرس بتاعنا يا رب يكون الشرح سهل وبسيط وتعالوا مع بعض بقى نحل الاسئلة. ده طبعا اللي هي كل الحاجات دي تعتبر معادة حاجة واحدة من دول طبعا اللي هي البنسل. نمبر سري. طبعا هو بيعتمد الاي اي بيعتمد على الالجوريزم. نمبر فور نقط ان اجزامبل اوف كومن اي اي طول ريليتد تو اللوكينج ديفايس. ايه هي بقى الاي اي طول اللي هي بتستخدم لفتح الجهاز بتاعنا? طبعا اللي هي الفيشل ريكوجنيشن. نمبر فايف نافيجيشن ابس يوز نقط تو جايد يو تو اديستينيشن. بتستخدم الاي اي اي او الزكاء الصناعي عشان توجهنا لديستينيشن او المكان اللي احنا عايزين نروح. طيب نمبر سيك سمارت سير مستات او سمارت وهم ديفايسيز ذات يوز اي اي تو. اللي سمارت السير مستات ديت بتستخدم ليه تو ريجليت تيمبريتشر او تنظم درجة الحرارة. نمبر سيفن ديجي تال فيوز اسسيسنت او برايماري يوز تو. ده بيستخدم ليه تو ريسبوند تو كويتشنز ان ريكوست ان هو بيرد على الاسئلة والطلبات. ده طبعا اللي هو ايميل سبام فلتر. نمبر ناين تستخدم الزكاء الصناعي عشان تقترح الاصدقاء يعني تقترحهم ايه لليوزر. نمبر تن تشات ويندوز او عن طريق تشات بوت مش عن طريق آآ او انسان حقيق. كده خلصنا الدرس وحلينا عليه الاسئلة. اتمنى يكون الدرس سهل وبسيط. لو في اي سؤال بفكركم تاني بندغي على لنك التعليقات في وصف الفيديو. اكتبوا لي اي تعليق او اي سؤال انتم محتاجينه. وانا ارد عليكم على طول. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. لو لسه ما اشتركتوش في القناة اعملوا سبسكرايب. انشروا القناة آآ على كل الجروبات. انشروها لكل الناس اللي بتسأل عن شرح دروس الاي سي تي. باتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. ان شاء الله.